انت بتتكلم في نص الملعب عندنا مشكلة وهم المكانين انت عندك التلات مراحل انت عندك خط الأول خط البناء بقى كالتطوير بقى تكالي انهاء انت عندك مشكلة في خط الدفاع بنكلم على عجازك هاتموجود الخط الثاني في نص الملعب عندنا فيه مشكلة انت بتتكلم انت مش عارف تحط النني او حط مثلا حمدي فتحي او حطيه مرهان عطيه انا كوجهة نظري انت لازم مرهان عطيهكم موجود ليه ليا كريم عندك كذا السبب اول حاجة راجع رجليه في الملعب زي ما انت بتتكلم تاني حاجة وصل للتوفر من الفترة فات مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا خد احسن لعيب في كاس العلم الاندية فاجع عنده باور وعنده قوة وعنده سكة في نفسه اللي هو في الحد تاريه قدر يشتغلك فيها كمان انت عندك ففروكي عايز حد بلغة الكرة كده بنتكلم شاكوش ايو قوي شاكوش انت بتتكلم من واحد زي ميكليل كده وصول كده بس قوي انت بتتكلم في مواصفات اللي هو بيجري وما بيزهقش ويخبط ويقوم هي دي الكرة فانت بتتكلم ناس من اني شكله حلو قوي حمدي فتحي فيه تحفظ انا عم فيه تحفظ كبير على حمدي فتحي ليه بقى حمدي فتحي مع احترام الدور القطري لا هو نزل 50-60% عن ما موجود في النادي الاهلي انت بص حتى تكوين الجسمان بتاعه حمدي فتح تليل تحسي رايز ايت حمدي فتحي حتى في القوة حتى والسرعة مفيش مباري حتى الكرة اللي تصلحت له عال 18 وقع انت شفتها اللي هو وقع الرد الفيال اللي حتى ما الكاميرا بتيجي عليه بيبقى عنده كرش النفس فبكلمك مهما موجود في دوري يعني كل دوري بيخلي اللعيبة الانطباع بتاعه او القوة بتاعته بتيجي من طريقة الدوري عندك الدوري القطري محترمنا لي الدوري يعني بطيق لو تلعب بالرتم بطيق حتى لو حمدي فتحي مو نفسه فيه مش قوية مش مش مطالب حاجة حتى لو بيجيبوا اللعيبة حتى بيجيبوا اللعيبة باسماء عالية كبيرة جدا بس اللعيبة دي كيكون بطالة يعني او موجودة هي بتاخد بس ايه بتاخد الشو فانت عندك حتى الرتم بتاعهم بطيق جدا الرتم انت ممكن نلعب ساعة وانا واقف ماتحركش مكاني فحمدي مبارح حتى احنا متخب مش هو حمدي بصراحة كلمة لا خالص انا بكلمك عظيم وكبير ورائع بس بش هو اللي احنا شفناك انت عندك مبارح